السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم دكتور فارس براشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة أهدافنا من بينها أبحاث معملية وسيريرية لإثبات العلمية ومن ثم تحويل الفكر إلى منتج بإقامة مشاريع تكذب المستثمرين في إقامة هذه المشاريع في الصحة الشمولية وما بينها كذلك مشاريع السياحة الصحية والعلاجية السياحة العلاجية التطبيقات الصحية والعلاجية الستل للماء الساخن أي بيكادو بيكادو تماما مصطلح مقتصر من الإنجليزي لأنه يسحل ذلك بأحرف بي آي سي اي دي يو بي كادو هما ستة تطبيقات الصحية والعلاجية لكي تحقق فوائد المرجوة من العلاج بالماء الساخن فبليف بي كادو بيليف أي الإيمان بفوائده من أجل أن تحقق الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن أول شيء أن تؤمن بفوائده يعني تتجنب التردد تتجنب الشكوك ويفضل عندما يكون لديك أي شكوك أو تردد أنك تأتي إلينا بقدر مستطلسة أنها أعمل على إفادتكم وحتى للتوضيح بشكل أوضح وتتجنب الشائعات لأن الشائعات تجعلك متردد وعندما تبدأ تشك وبتالي يبدأ يغير الفكر من خلال الخلايا الدماغية في عملية رفض الاعتراض وطبعا هناك أبحاث ودراسات أجريت فيما تعلق بالإيمان بشيء يعني ما سمي بلاسيبو إفكت أي الألاج الوهمي أو التأثيرات الوهمية فالتأثيرات الوهمية قد تؤثر على الإنسان تالي عندما يكون تستوعى بالتأثير يعني جانب تأثير وهمية سلبي عن الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن من مصادر مختلفة هذه مصادر غير متخصصة في هذا الشأن تؤثر عليك ومن ثم تحرم نفسك من الاستفادة من هذا وبتالي الإيمان بفوائده هو العنصر الأساسي وجعلنا من الماء كل شيحين أفلا يؤمنون هذا في محكم تنزيل قال الله سبحانه وتعالى أفلا يؤمنون يعني هذا التحضير أفلا يؤمنون أن الماء يحيي كل شيء الله سبحانه وتعالى على الماء من الماء كل شيء حي كل شيء ولذلك الإيمان أول شيء وبتالي كذلك حتى تخرج نفسك من يعني الفكرة اللهمية أو التردد أو الشكوك المنفعك ما رح يضرك يعني الماء ساخن أنت تشرب الماء مشروبات ساخنة كالشاي والقهوة والشربة والأخرى ما في ضرر مع أن هذا في مكونات تضاف عليها الماء ساخن سيضرك إذن تجنب هذا الشكوك طبعا كثيرين بعض الناس الذين يبدأون استخدام الماء ساخن كعلاج هناك عراضة التي تحدث هي نتيجة يعني يعاءة هيكلة الجسم تخلص الجسم من السموم من الدهون الزايدة ومن البكتيريا الضارة وبتالي إذا يقوم الجسم بيعمليه تخلص من هذه من خلال تخلص من السموم أو فبعض الناس قد يصلوا بالقي أو الإسهال هذا لا يدعو للقلق أبدا ذلك أول شيء الإيمان بفوائده ثانية التطبيق implement طبعا قلنا believe implement implement التطبيق أنك خلاص أن تؤمن بفوائده وتتطبق حسب الإخشادات حسب النصائح التي حتى الآن 11 سنة بهذه الأبحاث التي أجريناها وتعمقنا فيها ونحن نسعى بقدر مستطاعة من خلال وسائل مختلفة وسائل إجتماعية الفيسبوك بيج صفحة الفيسبوك موقع الإلكترونية اليوتيوب قناتنا اليوتيوب وموقع الإجتماعي الأخرى مثل تويتر وإنستغرام وغير ذلك ولينك دين حاول أن تستوعب هذه المعلومات بقدر المستطاعة حيث تطبق هذا البرنامج بدقة هذا مهم جدا وإن لم تستطيع تأخذ أقل بكيمياء أقل ثم تزيد تدريجيا مهم أنك تحقق هذا البرنامج متكامل وأهم شيء استخدام لداخل أي برنامج صحي لطريقة تناول ماء ساخن طبعا هناك علاجات مساعدة للماء الساخن مثل علاج ببخار ماء ساخن علاج بكمادات ماء ساخن علاج الهواء الحراري بعد علاج بكمادات ماء ساخن وهذه الأسليم مختلفة مساعدة للفوائد الصحية وعلاجة مختلفة بس الأساس هو البرنامج التناول ماء ساخن هناك برنامج محدد للكبار وهناك برنامج محدد للأطفال وكذلك درجة حرارة ونحن طبعا على تغيير البرنامج يتم ناسب مع برنامج مع حرك مع شغلات يومية للشخص حتى الآن نحن نقوم بعملية النشر بشكل عام منفع عام وكثيرين استفادوا التطبيق الثالث الاستمرار أي أن لا تأخذك علاج بما ساخن مثل علاج بالدواء يعني بواسط العاقة غير طبية لا العلاج بالماس ساخن علاج مدى الحياة لأن المرجع منها ليس فقط العلاج بل أيضا الوقاية وكذلك يغض الجسم بأناصر بوقود طبيعية تعتمد عليها كل خلية من أجل تبقى صحية هذا موضوع دورة الخلايا ومحلقة أخرى لذلك مهم جدا الاستمرار عدم التوقف أنك لا تستخدم شعر شعرين ثم تتوقف أو أنك بعد ما استفدت أو وجدت الشفاء لسبب المثال شفيت بنصر سوكري أو افتفاض اقتدام أو كليسترول أو أي شيء آخر ومن ثم تتوقف هذا خطة خطة كبيرة جدا هذا مدى الحياة إذن هذا التطبيق الثالث التطبيق الرابع التقدير التقدير مهم جدا أي التقدير بمقصود أن مجرد تجد فايدة المرجوة لا تقف عند حد ذاته قم بعملية النشرة انشر على الأخرين خلي يعني يجعل الأخرين يستفيدوا كما أنت استفدت لذلك مهم جدا هذا الجانب أنك تواصل نشر هذه النعمة لذلك التقدير حتى بكلمة شكر من الذي تواصل إليك بهذه المعلومة ومن باحث هذه المعلومات نراتهم ترسلونا كلمة شكر مبارك الله فيكم أو أيضا تزويدنا بالتجربة تكون الشخصية مع الفواد الصحية والعلاجية اللي ما ساخن التقدير إذن عنصر مهم جدا العنصر الخامس المواظبة ديسيبلين أنك تواظب وفقا للرشادات وفقا للبرنامج وفقا للنصايا تأخذ اهتمام في بالغ الرحمية ومع مرور الأيام فعلا تكتشف أسرار كثيرا عظيمة مخفية لم تكن حتى في بالك الأخير التطبيق الصادس أي فهم زي حاول إسعى أنك تستوع بقدر المستطاع من المعلومات من خلال الأبحاث التي توصلنا إليها عن مدى حداش سنة واستفدنا من خلال أوراق العمل قدمنا في مؤتمرات وكذلك وبالتالي أن كل ما يعني كل المعلومات التي نسعى في أملية نشرها وتبعا نزلنا كتاب بعنوان معجيزة وعجاب العلاج بالمأساخن وكتاب آخر لنظريات تنقيم الحياة السعيدة حتى معنا كتاب الثاني كان فقط بالإنجليزي أما كتاب الأول معجيزة وعجاب العلاج بالمأساخن من عام 2010 هذا كتاب تم إصدارها والآن نحن نعمل على إصدار طبعة جديدة هذا طبعة جديدة من كتاب الذي سيحمل كل مزيد من متحقق على مدى 11 سنة من الأبحاث ومن المعلومات كثيرة في هذا الشأن إذن هذا جانب مهم جدا أنك تلتزم بالتطبيقات الصحية والعلاج الست للمأساخن فأنا صلى الله عليه التوفيق لكم وللجميع والأمة العربية الخليجية الإسلامية والعالمية الأمة البشرية بأسرحة دون أي قيد أو تمييز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة ترجمة نانسي قنقر